وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الناقض الرياضي خلدون الشيخ سيد خلدون بعد التحية كيف شاهدت فوز ليفربول الكبير على حساب نيو كاسل نعم مساء الخير عزيزي في الواقع هذه المباراة لخصت الفارق على ما وصل إليه ليفربول هذا الموسم والفارق ما كان عليه الموسم الماضي صحيحنا لم تكن أفضل عروض ليفربول لكن رأينا القدرة على تخليص الفرص كالعادة القوة الهجمية الجبارة ليفربول ولكن في المقابل أيضا قدرته على صد هجوم يكاسل في الدفاع عن ليفربول لكنه لم يستقبل أهداف ولهذا رأينا أن هذا الموسم لم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف في 19 مباراة وطبعا هو الوحيد بين كل الدرجات الاحترافية الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم حقق 16 انتصارا وثلاثة تعادلات وهذا يعني يقودنا إلى اعتبار أنه أصبح أبرز المرشحين لإحراز اللقب خصوصا أنه يضع أولوية هذا الموسم ليس دوري الأبطال وللكأسين المحليين بل دوري الإنجليزي البريمير لي لأنه غائب عنه منذ 1990 وبالتالي يريد أن يستعيد هذا اللقب وأعتقد أنه بات أبرز المرشحين لكن لديه مباراتان قادمتان قد تحددان بشكل كبير الهوية سيلاقي أرسنال السبت المقبل وبعدها سيذهب إلى ملعب الاتحاد لمواجهة غريمه التقليدي منشستر سيتي وإذا نجح في عدم الخسارة بأي من المباراتان فأعتقد أن الجميع سيجمع على أنه أبرز المرشحين لإحراز نعم سيد خلدون وعن خسارة المان سيتي أمام ليستر بالأمس ما السبب في رأيك وراء تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة نعم غريب جدا ما نشهده من السيتي يعني هذه ثالث هزيمة في آخر أربع مباريات هزيمتان متتاليتان أمام فريقين مغمورين مثل كريستل بلس ولستر وطبعا منها على أرضه واحدة على أرضه أعتقد أنه يعني السبب الرئيسي دائما ما نراه في اختلاف التشكيلة هو غياب لاعب واحد هو فرناندينيو الكابتن لاعب الوسط والارتكاز الذي يعتبر ترمومتر الفريق في الواقع كنا قبل فترة نقول أن السيتي الوحيد الذي لم يتأثر بغياب أي لعب رأينا غياب دي بروين النجم الأول رأينا غياب أكويرو الهداف التاريخي ولم يتتأثر نتائج الفريق ولكن فعلا عندما غابر في الناندينيو رأينا هناك يعني تأرجح في النتائج هناك غياب المستوى المعروض السرعة الكبيرة الذي يلعب فيها الفريق الوتيرة الضغط على المنافسين لم تعد موجودة وبالتالي عانى وخسر بغرابة شديدة وطبعا نحن نعرف جوارديولا في الصيف كان يريده لعبين ضم رياض محرزه ولكنه فشل في ضم جورجينيو الذي يلعب في نفس مركز فناندينيو وبالتالي رأينا أنه لا بديلة لفناندينيو عندما يصاب أو يغيب وبالتالي عانى الفريق نعم سيد خلدون وعلى النقيد والمبرادة الثانية على التوالي توتنم ينجح في تحقيق فوز عريض في رأيك كيف نجح بوشتينيو في إحداث هذه الصحوة التي نراها في صفوف الفريق اللندني يعني ليس غريبا أنه بوشتينيو هو أكثر مدرب مطلوب للفرق الكبير ريال مدريد يريده حديث هناك على أن منشستر يونايتد أيضا يريده لأنه فعلا مدرب يعني يعرف كيف يستخرج الأفضل من لعبيه وهو لا يصرف الكثير هو الفريق الوحيد الذي لم ينفق أي مبلغ هذا الصيف ويعطي الفرصة للكثير من صغار أو من أكاديمية النادي للعب في الفريق الأول ولهذا رأينا فريق متماسك بجو رائع جو تلافي رائع والفريق يقدم عروضا ربما تعتبر على الأفضل في الدورة الإنجليزية هناك توازن كبير في الخطوط رغم أنه وجود بعض الغيابات إن كان في الدفاع أو الوسط ولكن النتائج كبيرة سجل أحد عشر هدفا في مباراتين وهذا يعني أن قدراته الهجومية وإيضا الدفاعية عالية جدا وبالتالي ليس غريبا أن نجده في المركز الثاني وربما المرشح لمقارعة لفربول على اللقب حتى النهاية ولهذا رأينا عروضا كبيرة مثل الذهاب إلى برشولونة وتحقيق تعادل رغم أن كثيرين لم يعتبروا توتنهم من بين المرشحين ولكن على ما يبدو أنه حصان أسود وحصان أسود ثقيل جدا نعم النقل الرياضي خلدون الشيخ كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك